أستاذ محمد من الأليوبية يتفضل السبب عليك كيف يا دكتور؟ عليكم السلام وراحة لبركاته معلش يعني سؤال بس بسيط كده بدلت الشيء اتفضل إفندي أنا والدي متوفي من شهر ربنا يجعله في فسح الجنات إن شاء الله عمين يا عبد دلوقتي الشقة بتاعته يعني فيها الأساس بتاعه حضرك يعني سرير جلاب كنب ما خلافه الحاجات دي تتوزع ازاي؟ أنا ليه أختين وليه أخ يعني إحنا أربع إخوة تتوزع ازاي؟ هل شرعي؟ والدتك موجودة؟ لا لا متوفي طيب يعني يبقى للذكر مثل حظ الأنساء فأنتو كده أقع تبقى ثمن أسهم أنت تاخد اتنين واخوك ياخد اتنين أنتو كده أقام؟ أنتو كام؟ إحنا أربع بنتين وولدين بنتين وولدين يبقى عندنا ستة أسهم أنت تاخد سهمين وأخوك سهمين وكل بنت سهم يعني تتوزع مثلا طبعا طبعا بدل هي ملك الولدك بدل هي ملك الولدك يبقى خلاص هتبقى ترك كل ده يبقى ترك يتقيم بقى يتقيم واحد ياخد ويدي بقية الفلوس لإخواته أو أن كنتو تبقى وتبعدين توزعوا الفلوس على بعض كل ده أتجائز إن شاء الله ما عليش أنا أسف يعني دلوقتي لأنا مثلا أنا اشتريت منها مثلا حاجة معينة بألف اتنين هل الألفين دولت مثلا هل هيبقى ليها نصيب في يوم ولا أنا خلاص أنا اشتريت لا خلاص أنت ليك حق فيها نفس زي ما قلتلك هيبقى على ستة أنت ليك سهمين من الستة دول فأنت ليه طيب لأن أنت عندك حق في هذه التاركة على المشاع على المشاع في كل حاجة في الكباية في التربيزة في الكنبة في السرير في اللوحة على السقف في كل ده أنت ليك ليك اتنين من ستة في ده تمام يا أبوكتور تمام ربنا يبارك لك يا رب ويحسن ويحسن بينكم يا رب ويجعلكم دايما في حال من الود والوقام يا رب العالمين وهي سلة الرحيم إن شاء الله خلوا بالكم عشان الميراس ده تساعات الناس بتاخدوه بدل ما هو يقرب من الناس الناس ما بتفهموش صح بتفهموه لأنه هو نوع من أنواع المشاحة والمقاطعة فنجد يبد أن احنا نخلي بالنا وننتبه لي